المجلس الأعلى المجلس بالمضامين والتوجيهات والرؤى السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم لدى ترأس جلالته جلسة مجلس الوزراء والتي تعد نبراسا لتعزيز التنمية والعمل الوطني في مختلف المجالات ونوه المجلس في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر بدورته الخامسة التي عقدها برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما أكده جلالته من أهمية المحافظة على منظومة القيم والتقاليد البحرينية التي تنطلق من القيم العربية والإسلامية وأعرب عن تقديره العميق للتوجيه السامي بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وثمن الحرص الملكية الدائم على وحدة البحرينيين وترابطهم كأسرة واحدة وترسيخ ما يتميز به المجتمع البحرين منذ القدم من انفتاح وتسامح جعل مملكة البحرين واحدة إخاء وسلام وتطور وإنجاز كما أشهد بحرص جلالة الملك المعظم على التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك ونبذ الخلافات وانتهاج السلم وحسن الجوار في العلاقات الثنائية والإقليمية المشتركة وفي سياق متصل نوها المجلس بما يوليه جلالة الملك المعظم من رعاية ودعم كبيرين للمواسم الدينية ومنها موسم عاشراء في إطار حرص جلالته على تأكيد ريادة مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة مقدرا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تبذلها الحكومة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الأهلية المعنية لإنجاح موسم عاشراء والخروج به على الوجه الأكمل ولفت المجلس إلى أن هذه الحرية المرعية تعكس الثوابت والقيم البحرينية الأصيلة في التأخي والتعايش والوسطية مثمنا ما أبداه المشاركون في هذا الموسم من تعاون بنا مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة في سياق آخر هنأ المجلس حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة إلى وطنهم بعد إنهاء مناسكهم في يسر وطمأنينة منويها بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تسيير شؤون حجاج بيت الله الحرام من مواطنين ومقيمين مثمنا في هذا الصدد المساعي الطيبة للجنة العليا لشؤون الحج والعمرة وبعثت مملكة البحرين للحج وجميع حملات الحج البحرينية المرخصة كما أشهد في هذا السياق بما شهده موسم الحج للعام 1445 هجرية من نجاحا كبير بفضل الله تعالى ثم بفضل ما تبذله المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من جهود حثيثة في خدمة الحجاج والزائرين بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال